اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضد وضد بشكل كبير لان عضوة بين رئيس جمهورية ومتسور في الشارع سيعطى العضو لرئيس جمهورية او للغنية والثري وتنتفي مسؤولة اذا التساون المطلق امام الموت ممتازة على الفكرة ذي يا سيني جيوة وجهتنا الضرر متعك نحترموها برنيمج دوما وانا شفت في بعض البلدين الفقيرة كيف اصبحت تجارة الاعضاء شي مقرف جدا معناها تبدأ البداية تبرع بالاعضاء وتصبح تجارة اعضاء وهون تدخل فيها مافيات وكارتاليات يبدأ برنيمج دوما بالانتزام اي اخريتا اخريتا نقرحها ديما اني المنظمة اسم ممضي الممضي اه الممضي اتعاهد بان اكون صريحا وجريئا اما الصراحة والجرأة في السياسرة ما تبيعش لانا انا صريح وجريئ وصارت لي برشم الشاكل من الجرأة انا رفتك صريح وجريئ صراحة واجيبوا على كل الاسئلة وانا التزم بقواعد البرنامج وانا اتدوما تدوما دائما وانا اكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة في معرفة الحقيقة كاملة ولانا حديث نبوي شهير يقول من علم علما وكتامه والجمه الله بالجام بالنار اليوم القيامة وانا نحبش نتجم بنار ممتاز واتحمل المسؤولية فيما اقول فضل الصحة الكسي محمد شكرا بعد ما ساحت نقول لكم ورحبا بيك في الدوامة سيد نيجي جلول التوصيف الحالي هو رئيس حزب الاتلاف الوطني هذا هي المبدئيا سؤال ليك هكا بالبنت العريض ومنتظر ووارد ومتستنى فيه ستترشح امري الانتخابات الرئاسية؟ اشوف اه انا رشحني الحزب لكن لم اعلن صراحة بجرأة وصراحة دوامة اني مترشحة لماذا؟ لماذا؟ اولا ما زلنا لنعرفوا شروط الترشح بصفة رسمية ثانية مثل ما بسا اخلاقية وقرقوني حتى بعد كلم السيد ام نصر في الاليجي؟ احنا بنسمع كلام الريس الجمهورية والهيئة المستقل الانتخابين خليهم غادي خليهم غادي الى اليوم لا نعرفوا الشروط الشروط الترشح الليها تعلنوا في الاعلام تعلنوا بصفة رسمية في ندوة صحفية هكا يعقى الاعلام هكا تعلمت انا وانا انسان احترم التراتوبيات واحترم المسؤوليات واحترم المؤسسات ثالثا ثم مسأة الاخلاقية تؤرقوني جدا فما مترشحين للرئاسة في السجن امم تضامن معهم تبش تعلم ترشحك؟ المسألة اخلاقية بامتياز معناها انا سمعت السيد الرئيس في الفيلم التسعتاش يقول من الجمش نعم المناظرة مع انسان في السجن مسأة الاخلاقية واليوم هنالك مسأة الاخلاقية تؤرقوني وبكل تاكيد ستؤرقوا الكل وهو انت ترشح مع في الفيلم وتسعتاش كان مانيش كان مانيش غلط ترشحت زيده فمشكون في السجن سينجي جلوت لا وقت خرج من السجن وقت ترشحت فمشكون في السجن لا لا وقت خرج وقت الخرج وقت الخرج وقت القروي خرج حسن ما نسمى مسأة الاخلاقية ما الاخلاقية وانا اقترحت عندي عندي اقترحت اذا منذ فترة اجتبتك بالتأجيل الانتخابات الرئاسية وفي انتظار ربما المصارح الوطنية التي الى اليوم لم تأتي تأجيل الى اي اي فترة تأجيل لخلق مناخ لمصارحة اذا وطنية باش ما يقعدش التشنج والانقسام في الشارع التونسي ولان الانقسام في الشارع التونسي اصبح سيئة جدا وعواقبه اصبحت مخيفة ورأينا ماذا حدث اذا في اذا رادس وهو احدى التعبيرات اذا العوم هو مؤشرات للعوم في المستشرف المجتمع التونسي والانقسام المجتمع التونسي يعني اصبحنا لا تفكر كيفك مثلي لغيك فانت عدوي ما عندكش نفس الجامعية متاعي تولي عدو اذا ماكش كيفي عدو اذا يعني هال الوطنية الصماعة التي تتتتتتشوف امريكا تقدمت بعد انتصالحة بعد الحرب الاهلية هل نشوفو اذا امريكا بربي سينيجي سمحني تصالحة لكن اليوم نشوف التعامل مع المتظاهرين كيفاش يكون معناها درجة عالية ميلا العنف اللي نحنا في بلادنا ندين العشر متاعه معناها وهلانو بر العنف معناها هل مدرسة الغرب قات مدرسة مرجع منارش انا معقدش مساء الغرب براجع لكن الغرب فيه ديمقراطية وفيه مؤسسات وفيه حريات وفيه 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 ايجي بش تترشح شو الفرق بيننا والغرب بكريمة الغرب يحيط بالمواطن الناجح والمواطن الفاشل في هذا المجتمعات ليس لاحق ان تكون فاشلا ما عندكش حق هذا الفرق بينه وبين الغرب في الغرب لك الحق بان تكون ناجحا وفاشلا والدولة توحيته بالمجتمع و بالمجتمع الفاشل والناجح ما تحبش تجاوبني على السؤال مازال يمكن بكري عليه انا انوي ترشح وانوي بيه اما مازالت معلنش بصفة رسمية سأعلن ذلك بصفة رسمية ان قررت الترشح تقييمك للزيارة رئيس الجمهورية للسين في الفترة الاخيرة وانتي من بين اول الناس ممكن اللي حكيت على طريق الحرير وانا نمدوا يدنا للسين وتكون الشريك اللي فترة مهمة حكيت عليه انا اول واحد احكي على طريق الحرير ومشيت للسين في اتار اذا المنتدى الكبير الافريقي الافريقي الصين مهم وتقريبا وضعت مهمة اتفاقية وقع اتفاقية مع البنك الصيني. اللي هي اتفاقية هم طريق الحريق. كان بيودي أن يثاني زيارة السيد الرئيس يغعو التذكير بهذا وبإعلان الرسمي لدخول تونس بطريق الحريق. لأنه هم شيء يمكن لنا أن نجيه من الصين. آما تبقينا يجب التنسيب دائما. أولاً ثم أشياء فما كلام قامت به بعض صحابة فرنسية لا أخلاقية وهو مثل لومون. وهذا عيد. تونس بلد مستقل وله سيادة. ولنا علاقات متميزة مع الصين من عهد بورجيبة. أنا كنت صغير كانت جينا كتب بذن موتشتونج إلى الداء. ستين ستين تاريخ العلاقة مع الصيني. لا لا. وعلاقاتنا تاريخية. في مدحف باردو هناك فوسيفيساء ذات إذن نقوش بطبع الصيني تؤكد علاقاتنا الطويلة والعريقة مع الصين. إذن آما تبقينا فما خطاب عند بعض مناصر رئيس ما معناها ليس في محالي. أولا جغرافيا حطتنا في مكان معايد. حطتنا في ظهر أوروبا وبوابة أفريقيا. يعني هذا شوف السياسة هي الجيوبوليتيك فيه الجغرافيا. صحيح. الجغرافيا هي محددة. يعني علاقاتنا التاريخية والتجارية والاقتصادية ستكون مع أوروبا أساسا وخاصة مع أفريقيا. من ناس الذين ينظرون الدخول لبريكس ناس لا يعرفون أن خمسة دول إذن من البريكس ليس لها عملة صعبة. لا يعرفون أن حتى الصين نفسها بدأت تراجع في الشراكة مع روسيا. لا يعرفون أن إذن ميزانيت روسيا الكبرى تقريبا هي تساوي ميزانيت إسباني. وفي الحقيقة لا يعرفون الاستثمارات الأمريكية الرهيبة في الصين والاستثمارات الصينية في أمريكا. هو الجيش الأمريكي الباس وإذن من الصين. يعني شوف ميزاننا بعض إذن القوال على ميلي كبير. ميزانه مفهموش أنه أنه إحنا وفاة المرة أسمالية ودخلنا في فتفة المركانتي دي. صح؟ هذا مفهميش. الشاركة الاستراتيجية اللي صارت مع أسين وتقييمك للزيارة ككلها نقطة إيجابية لا لا وسؤالي الثاني. بانصور نقطة إيجابية. إيجابية. بانصور. شوف دور رئيس الجمهورية والأسب شديد ما أعيبه عليه. وهو أنه يكثرت الزيارات. شوفه رئيس شوف ملك المهرب قدش يمشي البلدان أفريقية. شوف دور رئيس جمهورية أنه دائما في طائرة ويعقد السباقات ويعقد التزازالات ويقرب الشعوب بينها. معنا هذا دور الجمهورية والجمهورية عندما ذهب للصين هو يلعبوا دوره. باي. هذي إيجابية تقول الزيارة. ولا وشاركة الاستراتيجية والبنود اللي يجيوا فيما وشودين على صفحة رئيس الجمهورية. لا ما بنود نشوفتش برش حويش. شوفت تلفزة وشوفت يعني. كنقارن ما بين تيبون الجاب تسعتاش معناها اتفاقية. با حسب حسب القوى زيادة للا. وما كانت الدول مثلا. نحن عنا قصين مكانة. لا. لا لا سمحني. وما ليش للدولة عسكرية مثلا أساسا تنجم تكون اتفاقياتها عسكرية. دول العسكرية افشل دول في العالم. باي. سامحني الدول العسكرية في الدرجلين خسرت العرك. آآ عبد الناصر العسكر يخسر العرك. شوف فما خرافة متى القوى العسكرية. القوى متى الدول هي قوى مالية واقتصادية وثقافية وعلمية. بالعالم. شوف انا عندي مراسلة شهيرة. انشرتها. هي الواصلة بين لويس ستس عشر. وسليم الثالث عمل التنظيمات. لويس ستس عشر يقول لويس ستس. بقى اعملوا شوية علم وشوية رياضيات شوية. رحية. يرجع له سالم الثالث يقول له نحن اسعدة منكم اسعدة ومنكم بدون علم. يرجع ليه لويس السادس يقول له تعملوا العلم مش بش اه توليوا سوعدة. تعملوا العلم بش توليوا اقوية. في عالم كل انسان هيك بس حلنا الاخر. بالعلم والثقافة تولي قوية. سامحني آآ العراق البغدادية اصبح تحكموا العالم بيعلم من المعرف ببقر من المعرف. معرف. اي صحيح. اي صحيح. هو اشهر بقر واقوى بر. واخطر بقر هو بر المعرفة. وهذا اللي قالوا انا شوف انا دخلت في صراع مع جزء من رجال التربية وفي صراع مع معطني العملية في احداثي دان شهادت وعودتي دان تكويل المعلمين. اه. دخلت في صراع كنا حيث لخمسة وعشرين في المية. اه. دخلت في صراع في بعض المقولات. انا مهمني شوف. التربية مش حكيوها في الجزء الثاني يا. فما حاشتين في السياسة. اما تبيع الوهم. باي. اما تبيع الوهم. وقلا تكون كما برقيبة لا يرحموا. اه. تكون سياسي بيداغوجي. باي. انا مبيعش الوهم. انا ساقوله الحقيقة رغم انا هتكلفني خسارة الانتخابات. انا نحبذ كما قالك العام شراك. نخسر الانتخابات ومنخسرش نفسي. اه. نفسي المثقف الجامعي المناظر السياسي. هذا ما نحبش نخسر. باي. اه. فقط الكلامك قاعدين تفعلوا معه برش. على التبرى بالاعذاء سيد ناجي جلول. مثلا يدخل معنا هاو صديقي عبدالحميد بوشنيق. يسلم علي المستمعين ويسلم علي الفريق. ويقول لك راو كليم لازمك تعتذر عليه اللي قلته في حق التبرى بالاعذاء. علي. ملزمش يتقال. فما اكثر من الف وربعمائة التفلي يتمنى. كله بشي ناجم يكمل وعيش في حياته في تونس. ونعرف ونعرف شكون عنده تلاتين عام يستنى في كله. مش انا قلتها قالها النجاب. البرى. مهم. لا تعتذر على كليمك. ولما تعريف لذي. ثم حاجة قاعد يعملوا فيها توق. في الخاصة البودان الصينية. وهي لنانوسيانس. مهم. يعني البيوتكنولوجي. اليوم عوضها اذا تبديل بياسة وعطان بياسة. ثم تطور على لسليل سوش. يعني مدوات الانسان عن طريق سوش. وهنا الطفرة العلمية اللي قاعد تتصير بشكل ما هو. عوضها ان نبغى في زرعة هنمشي للعلم. في اذا انا 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 مشيت قابلتي اذا مشيت لسانت لنانوسيانس. فخدت كليمك تفهم انه مثلا لا. انا ضد. انا ضد. انا ضد. انتصر العضاء. ما نعتبر انا ما فيوش مساواة بدا في الموت. ونتحمل مسؤوليتك. ايه? تعمل مسؤوليتك في هده يا. اعطيناك فرصة بيش تعتذر عليها النقطة هذي. بل ما ناخد فاصل سيد ناجي جلول. الا برشة ناسا حكيت على عودة هيبة الدولة مثلا في الفيديوهات اللي شفناها والسور اللي شفناهم مع الرئيس الجمهوري والرئيس السيني والمعزوف تحت ليسمينا في الليلة. كيفية شريتها انتي. انا نشوف عودة هيبة الدولة من هيبة الشعب هيبة الدولة. انا اعتبر هيبة الش وقت الله ما عاش نتسوله الخمح وما عاش نتسوله الشيط. رغم ما كن في فترة رئيس شعور هيبة الدولة؟. ما عاش معاش ما عاش نتسلفه دويات وما عاش اشتر اشتر ولادنا يعرفوا. وقت تولي هيبة الدولة هيبة الدولة من هيبة الشعب ولا معنى ليهابة الدولة بدون هيبة الشعب. تحت ليسمينا في الليلة اش بتك? نحب الاغني انا نحب الاغني هي متورثة تونسي جميل جدا كيفية. اول مرة اسيب قد اها اني هذي في شما يا ه يف Learn. ما عزو كان Lewis في التاريخ السياسي بين الدول اللي هاش نشوفه معزوفها هكا تازف الصينيين حلال الصينيين اي نخذ بس لصغير ونرجع ونحكيه معاك على الباك نحكيه معاك على الاجراءات الكوفية في الباك والمستوى التعليمي اللي وصلت له تونس في الفترة هذية تقييمك بعد لحظات سيد ناجي جلول الدوامة استبعد على هذي صديقنا ميهر عباس يتفعل مثلا يقول لك ونا تندون لنانو تكنولوجي هذي اللي تحكينا عليها سينا جيون في كوا نقعد وشنو نعلم نستنيه العباد تمر أنا 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 نصدق الأطباء يقولوا فاميليز داتان في كونسكو شي أنا شفت في بعض البلد الأسوية وبعض البلد أفريقي لا 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 شوف أنا تحدثت عامة ما تحدثش في تونس عامة لكن خطابك الموجهة لشعب تونسي وكا تونسي لا 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 تحدثت عامة هي أنا عمل حوار البنجلدش إن عام الحوار إي أخش به بتروداداداداديش يالنتعوش البشريا لا يسامحنا انية وتشد رئيس بنجلديش لا لا أنا اتكلمت في العام كموقف أخلاق واضح见 لا، semanaانش لا تكلمت على الطباء في تونس ولا تكلمت على الطباء في مогلادش يلا سدي خانت عديوا النقطة ثانية نحكيه على التعليم ليمت هذي يبدأ الباك في تونس والمستوى التعليمي النيفولي وصني الوصني يجي مقارنة بالدول وين نحن تونس لأنا شوف أنا مشيت للتلفزة متلابس نحب سميها وتحدثت على تدني التعليم في تونس وشمعت وشبعت بس سبين من قبل شكون شكون من من سبين من الناس شوف للأسف الشديد فما جزء من التوانسة مزال يحب يشكون بيعوا الهم اهم ها خاف ربي نظيف هداي نظيف هدو 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 ها ما عنيش برنامجا ما نظيف فما ناس مجيش مهمتش اللي اليوم راحنا في اخر المراتب في التربية في اخر المراتب في التربية مهم ما ما خلينا كل حيط ورانا راهو عنا خمساش في المية با خطوة اخدي الباك كل بدادي راح لعنا خمس وخمسين في المية متواثة يغادر المدسة في الابتدي ضد القانون التونسي دا يرى رو 16 عام راهو شوف اللي تشوفوا فيه من تدني اخلاقي ومن تدني اقيم ومن عمف في المدارس راهو نتيجة انهيار اتبال مدرسة متنجمش من المسؤول على هذا؟ متنجمش تكون مسؤول اول مسؤول ليه السلطة سياسية اول مسؤول والناس يتحب ترجع للعهد من علي راو نيار مصر صار في عهد من علي كما نيار المستشفى صار في عهد من علي كما نيار تعليم صار في عهد من علي كما تطور المافيا في عهد من علي تبلغ بلادنا بالضبط برا اربع العائلة اسمع عندهم البنكات عندهم البحطات التجارية عندهم عندهم كل شي قريبين من كل نحنا وين تشوفين انهيار شوف اكبر مؤشر انهيار مدرسة هو انقطاع المدرسي نسبة الحالية بدت من عهد من علي واضح معناها حسينة وتركهم يتقال تدني المستوى المعيش اللي الرجال التربين فيهم تعليم العالي بدأ مند منه تكل فقط سامحني معناك هاي هناك. المنظومة التربوية في حد ذاتها تعاني اليوم في تونس من من بنية تحتية من عدد سيدة من ال 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 اد مغام تعني اللي قعدة هيجر وا 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 والرقم المفزع نحكيه على تقريبا فوق المليون ونص والازوز ملاين اه اما انقاحوا على التعليم او مش يكملو في تعليم شوف عنا عنا تس وعشرين في المية متوانسة اميين. تسة وعشرين في المية. اميين. في بعض المناطق الريفية توصل المدية لدى الفتيات لثمانين في المية. ورقمية فجأة. رقمت فجأة. ومعروفة. اما لا توجد ارادة سياسية لذلك. شوف. في عهد بن علي اكبر كارثة اتصار تعمل علي وهو غلق مدارس الترشيح المعلمين. في العالم الكل. في الفرنسة عندهم الكونرمان وفي الشرق عندهم. كلية التربية. اين اقتلها رجعتها? وافتخر وانا رجعت تكويل معلمين. شهادة التربية والتعليم. لحد الان المعطلين على العمل. ونفهم انهم معطلين. يجب ان القول ومحولون. دائما هذا الرجال. التعليم. شوف الانتداب الاجتماعي. الابدام بن علي. هو ايه مصيبة المصعب. ثانيا اليوم. شوف اللي رابور احسن شهريات موجودة في التأمين. وافست شهريات في التربية والتعليم. مش معقول هذي كل يصير. اذا المسأل السياسية. لا توجدوا ارادة السياسية. تكلموا كيف من حبه. نخطبوا كيف من حبه. لا توجدوا ارادة. تغيير الوزير. تغيير الوزيرة. حل من الحلول في الفترة اللي تعديها? مش حل. مش حل لي انا في اخر بطاعة في الوزير الحالية. رجع مهمنا ممتازة ونعرفها. مهم. معي ستعى التربية ونحقيها. اما الوزراء لتقابل زي التربية بعدين. المهمش خيبين. بسراحة. المشكلة مش مشكلة وزير التربية. مشكلة سبعة تسعين في المية من موارد وزارة التربية مخصصة للشاريات. لا توجد ارادة سياسية للوزير المدرسة. المشكلة سياسية. الوزيرة الحالية هي امرأة ممتازة وتعرف التربية وتعرف الدوسية كان ميحتواش لامكانيات. مهم. ومتدوجات معايا رجع سياسية مستعمل حد شيء. اليوم ونحن نحكيه على واحد من اهم الاختبارات في تونس نحكيه على امتحان الباك اللي هو مقياس للمجتمع التونسي والعائلة التونسية والمستويات التعليمي بتاع كل شخص. كان فما حديث على استعمال ولا الحضور بالكوفية الفلسطينية. كيفية شريطة السعر. قبل ما نعطيك الموقف الوزيرة. ولا تابعنا نعطيك موقف الوزير. سمعتم. سمعتم موقف الوزير ايه? منطقي موقف الوزير. مهم. مش ليه هل الشكل المعنى الكوفية وغير الكوفية سلان يغير الشيء. الشعب التونسي له علاقة وجدانية مع فلسطين ومع الفلسطينيين. وتقريبا مثلا معناش معناش ناخده في دروس. كنت منع مثلا تمنع انت زيجي. ما انا لا 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 انا ما انا ما ايش مشكلة بالنسبة لاني. لا نمنع لا لا نخلي. لو لو تريح الموضوع دعوة انه في فترة كنتي يكون بالحضور بالكوفية. ما هي هدي مشكلة طريقة مشكلة مشكلة تبا اقول لك حاجة مشكلة الباك في تونس. ايه. الباك تا تونس كعرش اسواح ليه. سبع ايام وسبع ليه. عمرها ما صار. فهم الباك نعر نعري. كان تهرد. وانا حلمي كان باك يونيك. لا باك سياس لا باك ما تبتها باك يونيك. باك واحد. كي مش شنوى. ايه. اقوى باك في العالم واحزن باك في العالم الصينية. الا قاعدين اكتسبها في العالم. هي باك و باك يونيك. اطلع طبيعي بيا فم شوية في التاريخ والسوسولوجي والطلع صحافي. عاي فم شوية في العلم. فهمتها. وما يقلوا ازمة. وما يتغششك يدخلوا زرع العضاء. ليانا مشكلة بالرسمي. سن ديبا. لانا نظر ديبا. معنية. في بيلك قد يكون محوري في ترشحك. هذا الموضوع اللي اقترح. علي محوري. محوري. لو تشوفه في عقبه في الليمة القدم. بيس ايش عنا في. انا مقتنع بهذا. مقتنع بهذا. لانا نؤمن. اه. لان بي قدوسية الحياة. نؤمن اللي الحياة. معناها رب يعطاها للناس كل. وما يجي مش الانسان يالعب بها. بيه. اقترحت هذي الباك الموحد في فترة اقترحت. اقترحت بيصور اقترحت وقامة وهماجه وهاجه واشبعت بالسبان. ما عندكش فكرة. المشكلة للشعب التونسي هو شعب محافظ يقب التغيير. لنا اشكال مع التغيير. لنا اشكال كبير نحن وشعب محافظ في الدين وفي التقاف وفي اللبس وفي الاكل وفي كل شي. وفي حين انا اليوم الباكالوريا التونسية اصبحت باكالوريا جامدة. لزمة التوت. لزمة التوت. يفزعك الرقم بتاع عدد المهندسين ولا التبة ولا اللي قاعدين يغادروا في البلاد يعني كل عام تقريبا. عندك كل عام كل يوم عشرين مهندسين. عشرين مهندسين صحيح. عندك سبع طبيب هاجروا. عليش هاجروا. لانه اولا بالنسبة للمهندسين راهم فالمهندسين يخص من المدينة. معناها عيب. معناها ما يتقاه المهندسي وهذا كي يرقى خدمة. وثم الاقتصاد التونسي ما هوش اقتصاد مبني على شوف راو تقدمه الصناعة. ويني الصناعة تشوفها في تونس. اقتصاد تونس في بورترانس. اقتصاد كونتانيرات. واثر الاثراء في تونس ما هوش في الصناعة. ما في الصناعة في الصناعة تقريبا حسب عالميا. الناس كلها في التجارة. واسمع نستورده في كل شي احنا. عاداش عنا عنا ميزان تجاري مختل مع الصين. مختل ومختل جدا. يعني نجيبه كل شي. كل شي. خريب زينا كالعباد ما جيبنا هومش. ولا الاعضاء ما جيبنا هومش. لا فاما. فاما. الاعضاء اتحدى موضوع ايه ديه. ما ما لا خاطر. الا خاطر ما لا بيط قعدين جيبوا في كفاءات من من السين. فما ما بين طبا حتى موجودين بشيكونوا موجودين ايه. سبت. اتقارن طبا طوانس. من احسن الطبا في العالم طبا طوانسة. نهزوا في طوانسة ونجيبوا في الطبا الشنو ما ما نعرفش عليهم موين تكوين ومكيش تكونوا. ده معني معناه. وعليش. ايه. وعليش يهجر طبيب التونسي. اولا طبيب التونسي اه فما برش عنف. الآآ. ثانيا طبيب التونسي وصارت ان شطبا الشابين وضحهم المادي. انا اقترحت علي السينباجي وقتها حاجة. مه. سهلة. الطبيب التونسي الشاب اعطيه اعطيه حق فيها بسير. اعطيه بسير. ايه. اعطيه بسير. على خل. كريه بيت فرهد. ايه. ما يجيش. ما قال لك بربي السينباجي? ما حبش. ما حبش. اه? معناه شوف. شوف النتيجة. البلاد هذي. فما خطاب سياسي وشعبي. واسعة علامي معادي للنخبة. اه. معادي لكل النخبة. عندك كرهبة مزيانة سارق والبلاد هذي. عندك دارباية سارق. اه سيت انو كل ما هو ناجح ولا مشبوه في هذا الملد. صحيح. فما حل? مزال فما امل دي ما ناخذ منك جملة اخيرة. فما امل في البلاد? حل وقت الله تونسي يسمعوا في الخطاب السياسي للانجاز والبرامج والافكار والمشاريع. ما ما عادش يسمعوا الوهم. خرق. لان الوهم ما يجيب لهم حتشي. خرق العادة. شكرا لك سيد نيجي جلول. بيتروان ضيفها بنعم ام ليه? والله ما انا. ما تعرف. ما تعرف. حسب ربي ما عنديش جرائم وما عنديش سابق. حسب رأيا. ما عارش. بلك يقعوا اذا التفتيش في خبايا. ايه. ما نعرف. شكرا لك سيد دي جلول. تحيتي لكم مستمعين. كانت هذه حلقتنا لليوم والتقاني غدا ان شاء الله. في حلقة جديدة مع ذي في جديد. نهاركم اسعد ليه. باي باي. ويا مرحبا. الدوامة